ما هو السر تاين حسن مع ملكات الجميع؟ دعا الوال بيت نادين الجيم ميكول سابا سرين عبد النور غالريا بوشارة وإيمي صياح هم دول بطلات مسلسل الهيباب أجزاء الخمسة وإذا بنلاحظ فيه عامل مشترك بينهم وهو إنهم إما كانوا ملكات جمال سابقات أو وصفات أو موديل وصحيح إن البطلة قدام تاين في فيلم الهيبة هي زينة ميكي اللي ما بتحملش لقب جمالي وأنا كانت موديل بس فيه مشاركة في الفيلم لملكة جمال أزربيجان ناتالي شو سرك تاين مع ملكات الجمال؟ دعا الوالدة لا قبل ده لأ الحقيقة أنا ما كتبعرف ما كتبعرف والله إن هي ملكة جمال فيه صبية عم تصور فيه إليها دور معنا وعرفت بعد شوي المخرج صديقي سامرة حكالي يعني قال لي إنه كذا وكذا فأوكي يعني بدون ما أقصد عم يجي بدون الأرسل يعني إضافة أي لا هي ممسلة شاطرة على فكرة ممسلة جيدة لها خط له قلو نكهة بالفيلم ليلة ما جيت وتعمل عمل سينما ما اخترت خاصة لأنك كان فيه كبش تري بينك وبين أغلبهم ما اخترت أحد النجمات تشاركك بطولة الفيلم الجواب لأنك ما شفت الفيلم حسنًا ما شفت صح لأنه قصة غير والتالي رح تستنجي أن القصة إلها ظرفها وإلها توجهها وهي في مكان تاني وزمان تاني وشيء مختلف صحيح فالعمل بتدور أحداثه بين بلغاريا وتركيا وصحيح أن خطه العريض هو جبل والهيبة والانتقام بس من خلال الأحداث بندخل عالم عصابات تهريب الأثار الإتجار بالبشر وقضايا اللاجئين السوريين ومعاناتهم خلال رحلة بحثهم عن اللجوم وفيه خارج جبل وأصحابه من بيئة الهيبة اللي شهدت أحداث المسلسل لخلص ما واسم تصوير بتركيا ما خوفك شوال؟ لا أبداً وللدقة نسبة التصوير بقدر أقول كان نسبة أكتر من 95% بتركيا فهو عمل تقريباً بالكامل برا ما في بلبنان شيء بسيط جداً وليش لحتى يقلقني طالما أنه هو الاتجاه إلى تركيا هو ابن الورق يعني ما نوش شيء مفتعل مو والله مجموعة في مسلسل أو فيلم حبوا يقضوا شهر العسل فالإنتاج بيدروس مالديفز ولا لندن ولا نروح على أستراليا لا القصة إلها تسلسلها وإلها منطقة وعلى أساسه نحن اتجهنا لهون وبالفيلم ده بيرجع كاين حسن للسينما بعد غياب سبع سنين عن آخر فيلم أقدمه وهو خطة بديلة مع خالد النبوي في 2015 ومن ساعتها لحد دلوقتي شكل المنافسة ونجوم شباك التذاكر اتغيروا من كزمتك دي لكزمتك دي بتفكر بالإيرادات وأنه فيلمك ينفس بقاعات السينما ما بقف فيك إيه إنه الواحد للحظة معينة ولا إنه هذا تفكير إنتاجي بشكل من الأشكال بيكون أكل همه المنتج أنا بيعني الحقيقة بالدرجة الأولى إنه نقدم شغلة لائقة نحب وبناحية تانية بتمنى فعلا يستمروا تشوفوا ناس كتير شوفوا ناس كتير يعني إيرادة وهذا شيء أتمنى نيارك